اشتركوا في القناة ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير والبرة أصغر من الشعيرة ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير واختلف في تعريف الذرة هنا قيل إنها صغار النمل وقيل أقل ما يمكن أن يوصف وإن كان تجد النبي صلى الله عليه وسلم قرن الخير بقول لا إله إلا الله ومن جميل كلام العلماء قولهم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محان من جميل قول العلماء وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محان فإن الله عظم هذه الكلمة مبنا ومعنى وعظم كل من يؤمن بها ويدين الله عز وجل بها عظمه الله وحرم جسده أن يبقى خالدا في النار وجهنم عذن الله وإياكم على ضربين ضرب من أهلها يدخلونها يصبحون حمما تحرق النار منهم لكن هؤلاء الذين يصبحون حمما يخرجون وأما من كتب الله له الخلود فيها يا ذنب الله فلا يصبح حمما بل قال الله لا يموت فيها ولا يحيا وقال جل ذكره عنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا فالوصية الأولى إقامة توحيد الله جل وعلا في القلب وأن تعظم كل من تعلم عنه أنه يعتقد بلا إله إلا الله فيفر الإنسان من التكفير من رمي الناس بالفسق من رمي الناس بالتبديع أجل هذه الكلمة في قلوبكم تجل في أعينكم من كان مؤمنا بها أيا كان حال وإن كان إجلال دون دون إجلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر